اختطفت من مدينة الحديدة بتاريخ 15-04-2016 تم اختطافي من شارع قمال وانا ما شفت الطريق وتعرضنا طبعا في السقن لكثير من المعاناة والتعذيب والاضطهاد كذلك الحرب النفسية يحاربوك نفسيا داخل السقن وهذه هدى بل في الميليشيات يعني عصابة وهذا كان يعني عملهم يعني معنا في السقن التعذيب كان تعذيب قسدي تعذيب نفسي حتى انه بعض الاخوة يعني نزعوا اظافره تم نزع الاظافر تمام يعني بسبب انه اذا مثلا قال للسجان انت يعني ظالم او انت اخطأت او اسأت او ظلمت او تقاوزت فيقوموا ياخذوا هذا السقين ويطرحوه في مكان جمال ضغاطة ثم يقومون بتعذيبه وضربه وقلده والبعض اخذوا منهم الاظافر نزعوا منهم الاظافر في القلعة ومشورة ومعروف القلعة وما حصل فيها من تعذيب وايهانات للمختطفين الحمد لله الشعور لا يصف الشعور انا حقا شعوري مثل شعور يعني مئتين وخمسين او نقول اربعمائة سجين ومختطف تم تحريره من الاسري والاعتقال شعور لا يصف وفرحة عامرة فنشكر الله عز وجل ثم نشكر القيادة السياسية ممثلة من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي وكذلك نشكر لقنة الاسراء ممثلة بالشيخ هادي هيج نشكر كل من زى يعني استقبلنا الاستقبال كان حافي الاستقبال كان عظيم نشكر كل جهود اخواننا الذي تم البحث عنه المثلة بالقيادة السياسية على المشير الروكل عبد الرب منصور هادي وشيخ هادي هيج المثل برئيس الاجينة الاسراء وهذا لان هذا جهودهم رغم ان احنا مختطفين وبادلوا بنا باسراء ونحن من البيوت مختطفين نشكر كل القيادة السياسية اختطفونا من مديرية جبراس وعندما وانا قبل العرس باربعة ايام قبل خمسة ايام كنت منسق شعرس وشكون اسرة السجن في السجن الف وثلاثة ايام وخمسة عشر ساعة وانا في السجن وانا كنت اخذوني من الفرحة وانا كابت السجن ولكن احمد الله ونشكره على هذه الفرحة العظيمة الذي اخرقنا الله بعز من السجن بعد ان كنا في الهون وفي التأوى في التعذيب اخرقنا الله بعزة وكرامة من هذا السجن اعتقلت في ثلاثين تسعة الفين وستعاش تم اختطافي واعتقالي في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة مباشرة واقتادوني الى جهة مجهولة وظلينا تحت التعذيب لمدة ما يقارب الثلاثين يوم والحمد لله من الله علينا بهذه المعجزة نعتبرها معجزة في حياتنا ان الله سبحانه وتعالى افرج وخرجنا من هذه السجون الظالم اهلها تم اعتقالي من البيت وجلست قريب الخمس سنوات الى الان معتقل وكان المعاملة ما يعلم الا الله بمعاملتهم اخفاء وتعذيب حتى الالاج لا يأتيك الالاج الا كد يعني كد جاك مرض اخر والحمد لله على كل حال الحمد لله الذي نجعنا منهم اختطفوني في يوم الاثنين السادس من الثامن من اغسطس في بيتي جاءوا لي لو نظرت لو كان هناك من يصور من الاعلام لو وجدوا انني كأنني في فلسطين يوم ان يأتي الاسرائيلي ويدخل الى داخل البيت ويركل الباب بقدمه ثم يدخل الى البيت وينزعهم بين اطفاله كانوا ابنائهم ثلاثة صغار خولة وشهد واحمد كانوا يجرونني من ثوبي ويقولون ابتا سيقتلوك الحوثيون اقول لا اهدوه اقول انتظر حتى اهدى الاطفال فيشير بالالي على رأسي ويقول اخرج وان لا قتلتك ثم اشار بالالي على اطفالي فمنعته وهو يريد ان يطلق عليهم الرصاص وكأننا في اسرائيل وفلسطين كان يوما عصيبا عليه لكن ولله الحمد والمنى اليوم اكملت اربع سنوات وخمسة اشهر وانا رافعا رأسي لانه من اجل وطني من اجل ابنائي من اجل احفادي من اجل كل حر في اليمن سأظل اناظل حتى اخر قطرة من دمين